تحت رعاية سامية من عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ينظم مجلس النواب غدا الخميس مؤتمر ومعرض ميثاق العمل الوطني بعنوان أفاق المستقبل والتنمية المستدامة والسلام وذلك تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بذكرى ميثاق العمل الوطني الموافق الرابع عشر من فبراير من كل عام وحول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف سعارة البحرين سعارة النائب جمال داود عضوى مجلس النواب مساء الخير سعارة النائب بداية لو تحدثنا عن هذا المؤتمر تعطينا النبذة وملخص عام ماذا سيحدث في الغد؟ مساء الخير أولا وشكرا على هذه الاستضافة وما في شك طبعا مع ذكرى هذه المناسبة يعني كان لمجلس النواب وبتوجهات من معالي الرئيس أحمد بن إبراهيم الملة اهتمام كبير بأن يكون دور لمجلس النواب في هذه المناسبة خاصة ونحن نتكلم عن الدبلوماسية البرلمانية في هذه المرحلة التي بدأناها مع هذا الفصل التشريع الرابع فأعتقد أن المسألة كانت في غاية الأهمية وتم الاعداد لها من وقت مبكر بحيث أن كانت هناك أفكار كثيرة تطرح في كيفية تنظيم هذا المؤتمر وأهميته وبالتالي أعطاء الاحتمام الكبير ليس على مستوى محلي فقط ولكن على مستوى عربي ودولي في ذات الوقت بحيث أن التأكيد على العمل الدموقراطي في مملكة البحرين واهتمام جلالة الملك المفهدة بذاته في مسألة استمرار العملية الدموقراطية لا بد أن نوليها الاحتمام لأن المنظمات الدولية خاصة التي كثيرا ما تنشر بعض التقارير السلبية عن مملكة البحرين كانت تجهل هذا المفهوم وعلى الأسف لعدم إعطاء الاحتمام الكبير الواسع على مستوى دولي ولذلك أن هذا المؤتمر حتى من خلال الإعلام المحلي والأجنبي الخارجي كانت التقطيات بصراحة عبارة عن اهتمام كبير وفي ذات الوقت التركيز على المفاهيم التي سيتمتخل من خلال المحاور بحيث أن استمرارية العملية الدموقراطية وكيفية أن ميثاق العمل الوطني هو للحاضر والمستقبل وفي نفس الوقت أن إصداره كان برغبة ملكية وبإرادة الشعب حيث التقت هذه الإرادتين الرغبة مع الإرادة الشعبية وأسست منطلقات لها جذور ترسخت وأصبحت الآن هي الرؤية المستقبلية لمملكة البحرين للأجيال القادمة فأعتقد بأن المؤتمر هذا جاء ليثبت بعض العناصر الرئيسية لمستقبل البحرين وفي نفس الوقت لتكون الإرادة الشعبية كسلطة ذات علاقة في المشاركة في اتخاذ القرارات مع القيادة وخاصة أن فصل السلطات هذه من الأمور ذات الأهمية جدا بالنسبة للبحرين في منطلقات ميثاق العمل الوطني فلذلك المسألة مستمرة بهذا السؤال نعم تكلمت عن المنطلقات نقف قليلا نريد أن نعلم ما هي أبرز جدول الأعمال المؤتمر أبرز المحاور التي سيتناولها في الغد طبعا المحاور لا ننسى بأنها تحت مظلة أولا برعاية كريم جلالة الملكة وفي نفس الوقت بأن تبناها المجلس النيابي في البحرين فبالتالي فأن المحاور هي عبارة عن عرض لمنجزات من جانب السياسي بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية والاستمرارية في الرؤية المستقبلية للبحرين المتطورة المتقدمة في الجانبين السياسي والاقتصادي لأن نحن اليوم في كثير من التشريعات خاصة ونحن نستمد قوتنا والدفع التي نعمل فيها على السلطة الشعبية في البحرين من خلال ميثاق العمل الوطني فلذلك نحن نجد بأن العملية الدستورية والعملية السياسية أخذت مجراها من خلال حرية التعبير على الراي من خلال الشفافية الصراحة المصداقية التعامل مع جميع الأمور والمواقف بحيث أننا لما وضعنا لها عنوان الدبلماسية البرلمانية إذن معناك أننا فتحنا صفحات الآن واسعة جدا لمستقبل البحرين السياسي إلى جانب العمل الاقتصادي في عملية إيجاد ومسألة التنمية المستدامة التي هي في الأصل أصبحت مشروع دولي الكل ينادي به ويسعى إليه نعم يمن يهدف منظمة الأمم المتحدة الرئيسية بالضبط نعم فلذلك المسألة نعتقد بأن المحاور المؤتد ستغطي جميع الجوانب هذه من خلال الجانب السياسي والاقتصادي والتنمية المستدامة بالإضافة إلى أن هناك رؤية مستقبلية إلى أين ممكن أن ننطلق ونستمر فيها والدفعات القوية التي ممكن أن تعطيها للمجتمع البحريني وللدولة كذلك من أجل تحسين الأوضاع وتحسين الأمور على مدى السنوات القادمة نعم إذن برأيك هو مؤتمر وطني شامل برأيك كيف سيساغم في تعزيز اللحمة الوطنية نتكلم عن الشعب التحديد ما في شك طبعا يعني هذه أهم العناصر السياسية في مثاق العمل الوطني أولا عندما نعرف والكل يعرف بأن من في وقت التصويت على ميثاق العمل الوطني كان 98.4 يعني تتكلم عن تقريبا يعني إجماع من قبل الشعب البحريني ككل صحيح فلذلك هذا التصويت الميثاق العمل الوطني هو عمل الترابط وتناسق وتناغم بين جميع فئات المجتمع لا يوجد هناك تفرقة ولا تمييز ولا أي نوع من أشكال البعد بين فئة وأخرى بغض النظر عن من تكون هذه ولذلك نحن أيضا من خلال هذا الإطار نتكلم عن التسامح في الأديان التسامح في مسألة المجتمع يعني هناك عملية التبريرات المتكاملة دائما متواصلة في الجانب السياسي من خلال أن تكون هناك دائما رؤية مشتركة واحدة لمستقبل البحرين فلذلك المسألة التلاحم الوطني نحن اليوم نجدها أيضا انعكاس لما يجرع على أرض البحرين أو التهديدات التي هي موجهة للبحرين فتجد شعب البحرين كله بجميع يقف مع أرضه ومع قيادته في صد أي محاولات لمس الأرض ومس القيادة ومس البحرين وفي نفس الوقت في أي محاولات يعني أي نزعات لها علاقة بإثارة الفتنة أو طائفية أو أي شكل من الأشكال فلذلك يعني الجانب يعني ذو العلاقة بالمجتمع البحريني واضح وبين وفي نفس الوقت انعكاسة من خلال الواقع والعمل اليومي الذي نراه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي يعني أصبحت يوم انتشرة بصورة كبيرة جدا تأثيرها بالب وهذا أمر أصبح اليوم يعني أي شخص يشكك في مثل هذه الأمور يعني يقول أنت بعيد عن البحرين يعني لدلت أن هناك من الأشخاص حاولوا يشككون قلنا لهم أن أنتم لستم في البحر وأنما أنتم في المريخ لأن المسألة هذه واقعية لا نمكن أن نجادل فيها أو حتى نفتحها للنقاش لأن الشعب البحريني أثبت وقوفه وصموده ومواجهته لأي محاولات تهديد أو مس أرض البحرين وشعب البحرين وقيادة البحرين نعم سعادة النائب جمال داود عضو مجلس النواب شكرا جزيلا لك شكرا لكم